داوي بش ما فيخدوش الاتصال معاهم مباشرة من جناف سيد رياض سيد رياض الآن الفرز الحاصل أنه تشكلت ما يشبه ممانعة عربية من داخل النظام الرسمي العربي شكلتها دول مثل العراق سوريا الجزائر وتونس وليبيا ولكن رغم ذلك يقول قايل وأنت مختص في الوضع الاستراتيجي هذا أنه هذا صوت خافض غير قادر على قلب ميزان القوة حتى داخل نظام الرسمي العربي خلي عاد على مستوى دولي وعلى مستوى إقليمي الخاص بأرض المعركة في فلسطين وفي الشرق الأوسط عموما يعني هذا أصوات ترفض أو تتحفظ هل هناك إمكانية لإسقاط أو لإعادة توجيه النظام الرسمي العربي ولناشي يقوله نحو مواقف أكثر اعتدال تجاه القضية الفلسطينية ممكن هذا هو الجامعة العربية يعني فقدت توازناتها على الأقل منذ 1991 لما قررت وعطت سكة لبياض الأمريكان أنه يدخلوا ويدمروا العراق نعم القرارات الجامعة العربية كانت تأخذ بالإجماع بالإجماع يعني ما ثمش أغلبية وأقلية يا إجماع له نذكره معامل القذافي لا يرحمه كفاجح هاجم حسيم مبارك منذ متى يعني قرارات الجامعة العربية تأخذ بالتصويت هي بالإجماع ثم بنت في نثاق الجامعة العربية ينصوا على الدفاع العربي المشترك يعني مفروض الجيوش تتشكل للدفاع عن غزة بنت موجود طبعا ما حرفوشه في كل الحالات الجامعة العربية اختطفت من عام 1991 وأصبحت تديرها ملكيات وبتوطم عن مصر يعني نعطيك شيء ربما صادم للمشاهد الكريم نعرف حزب الله هو المقاومة اللبنانية التي سلحت ودربت حركة حماس وجهاد الإسلامي وكتيب أبو علي مصطفى وهي ماركسية سلحتهم ودعمتهم المقاومة اللبنانية وحزب الله يعتبر من قبل مجلس التعاون الخليجي والدول الخليجية تنظيم إرهابي وترح حتى سيد رياض ترح ذلك على الجامعة العربية أتذكر في 2015 وكانت تونس رفضت هذا التصنيف طبعا لأنه تصدت لهم الجمهوريات الجمهوريات الوطنية اللي ما صنحاش الاستعمار الجمهوريات الوطنية التي حاربت الاستعمار وعندها تاريخ في محاربة الاستعمار مقابل ملكيات صنحها الاستعمار وهذا صنعتها وزارة المستعمارات البريطانية التي صنعت الكيل سوني وهذا منشور أرشيف وزارة المستعمارات البريطانية منشور فلا تنتظر منها أن تكون ثورية ووطنية أو تهبة لدعم لا جنوب لبنان ولا غزة يعني حاصروا لبنان اقتصاديا لأنه مقاوم نفس الشيء هم يتمنون طبعا هزيمة المقاومة وانتصار الكيان الصهيوني لأنه بالنسبة لهم ثم رعب خوف من المواطن العربي القبائل العربية هذه الأسيلة والجميع العربية يعني اتحاد أوروبي مرعوب لأنه عمل صبر آراء علمي سونداج دوبينيون سيونتي فيك علمي في الوطن العربي شيقول يقول 99% تقريبا 98% يرفضوا التطبيع تونس أقل من 2% الجزائر أقل من 1% فقط يقبلون التطبيع أعلى نسبة في المغرب اكتشفوا أنه في المغرب ثم 20% يقبلون التطبيع لكن 80% يرفضون التطبيع والأمريكان والغارب الاتحاد الأوروبي يعرفوا الأشياء هذه ويعرفوا توجه المواطن العربي لكن رأوا الأحداث خطيرة خطيرة جدا ومش مثل 2019 أو 2006 لأنه أنا كنت قبل ساعة أو ساعة ونص كنت نتفرج على المباشر للندوة الصحفية لنتنياهو وزير الخارجية الأمريكا تونين لينكن واضح نتنياهو يريد دخول غزة كاملة غلقوا اجتثاث حماس واقتلاء حماس منها مثل ما فعل كيان سوني في جواء 1982 خلما دخل إلى بيروت وحاصر إلى بيروت الغربية منظمة تحرير وانسحبت جزء مشاهد سوريا وجزء جاء لتونس هو نفس الشيء عازم لأنه مستقبل السياسي أنت لأنه هزيمة عسكرية نكرى سمعني رياض يخوفوا فينا فيه نعم رياض يعني أنت الهلان حاب نستوقفك تتوقع جديا أنه إسرائيل وأنه نتنياهو يقدم على غزو بري لغزة توقع جديا هذا ما قاله هذا تصريحه منذ حوالي ساعة ونص سندخل غزة وسنقتلح حماس هذا تصريحه ما للأمريكان بعثين حامل الطائرات فورد لماذا وراها حملت طائرة نيزنهاور لماذا حتى لا تتدخل المقاومة اللبنانية يعني حتى لا يتدخل حزب الله في الحرب ولاحظا أنه حزب الله من اليوم الأول بدأ يظهط يسخل في الجبهة اللبنانية هذه المرة رأي مش مثل 2019 أو 2006 بين لبنان والكيانسوني هذه المرة حاسمة تكسير عظام يعني يعني المقاومة تنتصر إلى الأبد يستطيع اقتحام غزة اقتحام غزة ليس بالسهل ليس بالسهل لأن المقاومة سلحها وسلحها بشار الأسد فلنكرر بشار الأسد هو من أعطى صواريخ الكورنت الروسية وهذه صواريخ الوحيدة التي تستاد الدبابات الممكنها تستاد الدبابات صواريخ الكورنت التي أوصلها حزب الله إلى المقاومة لأن المقاومة في غزة كما قلت هي ثلاثية فيها كتاب أبو علي مصطفى وهو تنظيم ماركسي عربي أسو جورج حبش تابع جبه الشعبية تحريف فلسطين فيها حركة جهاد الإسلامي وكتاب أزدي القسام التابعة لحماس وحتى قادة وكاترويتس نزلت مقال مفصل يقولوا قادة العسكرين لكتاب أزدي القسام حتى كبار قادة حماس لا يعلمونها بالعملية أو بالتوقيت كانت هناك سرية مطلقة وزارة الخارجية الأمريكية تهمت محور المقاومة من تهران إلى بيروت إلى دمشق إلى غزة مع بعض أقول لك هل هذا المحور سيتحرك في نفس الوقت مع أن المقاومة الليبنانية حزب الله بداي يسخم في الجبهة حتى لا تترك غزة لوحدها لكن يبدو أن القرار فعلا قد اتخذ وهو غز بري كامل وشامل في غزة واضح واضح سيد رياض ابقى معنا سنعود إليك للمشاركة في النقاش أعود السونية ما تكلمت شتي بخصوص القرار تونس تحفظت على نصف قرار جماعة الدول العربية وكانت حاسمة في هذه المسألة وفي هذا الاتجاه بموآمة الموقف الرسمي مع الموقف الرسمي